من ضمن المشكلات الكبيرة جداً اللي كان مفترض أنها تقدم حلول لكنها أصبحت جزء المشكلة هي تقنية الفار المسؤولين في التحاد الكرة طلعوا بفكرة أنه يتم تشجيل حضراتكم عارفين طبعاً أنه إحنا عندنا حكام ساحة وعندنا حكام فار والاتنين خضعين لإدارة لجنة الحكام في التحاد الكرة في التحاد الكرة السنة دي قرروا أن الموسم اللي جاي يكون فيه لجنة مخصصة بس للفار يعني داخل لجنة الحكام هيكون فيه لجنة مسؤولة عن تقنية الفار تشتغل على أنها تطور التقنية دي إلى جانب أنها هيكون برضو من أدوارها التعينات الخاصة بالحكام وكل الأمور المتعلقة والخاصة بتقنية الحكام المساعد لكن خليني أقول لحضراتكم ومن ضمن يمكن كمان بالمناسبة الأسماء المرشحة التي تتولى مسؤولية اللجنة دي هو الحكام الدولي السابق تامر دوري لكن أنا برضو ما زلت أؤكد الحقيقة عشان برضو حكامنا نوعا ما يعني ممكن ألومهم في جزء أو أحملهم المسؤولية في جزء في بعض الألعاب اللي ما يخدش فيها الحكام قراره بالرجوع للفار هنا مسؤولية حكم الساحة لكن في أوقات تانية كتير جدا بعض اللقطات اللي بياخد فيها القرار حكم الفار أو حكم الساحة بالرجوع للتقنية وتبعت لعبة محل شك أو محل جدل يعني بتبقى في أوقات كتيرة جدا الحكم الفار والحكم الساحة ولملاهين المتابعين الكرة مش واضحة فبالتالي الناحية التقنية عندنا ضعيفة جدا والناحية التقنية دي مش مرتبطة بس بغرفة الفار اللي موجودة في ملعب المباراة الناحية التقنية دي أساسا موجودة بجزئية بجزئية احنا نفهمها كويس قوي العمليين في مجال الإعلام مرتبطة بجودة صورة جودة الكاميرا اللي بتنقل المباراة الإضاءة الخاصة بملعب المباراة عدد الكاميرات وزوايا توزحها داخل الملعب كل ده مرتبط بشكل كبير جدا بنجاح تقنية الفار من عدمه حط أحسن حكم فار داخل غرفة الفار وهات مخرج لا يفقى شيء عن نقل مباراة مباراة كرة قدم النتيجة صفر بدون ما نفكر وبالتالي الموضوع مش بس حكام لكن الموضوع كمان نحية تقنية